حكومة الوحدة الوطنية لدبيبة تحدث بأنه كان أول من خرق القانون بترشحه للانتخابات ماذا عن نقطة ترشح خليفة حفتر للانتخابات أيضا؟ خليفة حفتر لم يخالف أي مادة من مواد القانون الانتخاب الرئيس البلاد لم يخترق أي مادة من هذه المواد أليس هناك قرارات صادرة عن القضاء العسكري بمنعه للترشح؟ ليس هناك أي إجراءات رسمية اتخذت حياله فيما يخص هذا البند انطبقت عليه جميع المواد التي صدر بها قانون انتخاب الرئيس الدائم للبلاد وحتى من يقول بأن مجلس النواب فصل هذه القوانين على بعض الشخصيات أو للشخصيات بعينها هذا الأمر غير صحيح وعاري عن الصحة تماما مجلس النواب أتاح للجميع الترشح لانتخابات رئاسة البلاد بدليل مشاركة حتى سيف الإسلام القذافي في هذه الانتخابات عبر الترشحي فبالتالي دم يحدد الأمر على ذلك ففتح المجال للجميع من أجل المشاركة في هذه الاتخابات ترجمة نانسي قنقر